مدابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال النهاردة إن شاء الله أجيلكم بإكستنشن الإكستنشن ده هيوفر عليك وقت كتير جدا ومجهود وحنشوف استخدامه النهاردة حيكون في إيه الموضوع النهاردة مختلف هنبعد شوية عن تطبيقات ونماتيج الذكاء الاصطناعي وحنتكلم عن جرابد جوجل كروم إكستنشن هتضيفه ليه متصفح جوجل كروم وحط لك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو طب إيه هو جرابد؟ جرابد هو عبارة عن إكستنشن بيسمح لك إن انت تقدر تجمع اليو أر إل اللي موجودة في صفحة ويب أو يو أر إل خاصة بفيديوهات يوتيوب كلها موجودة في صفحة واحدة وحنشوف دلوقتي عشان تتصور الموضوع ده بنعمله إزاي كل اللي عليك إن انت هتروح على الرابط اللي حطولك في الوصفة أسفل الفيديو وحتبتدي تضيف الأداء أدتو كروم واتضيفها ليه متصفح جوجل كروم بالمنظر ده كده وحيبتدي يفتح لك السيتنج الجرابد سيتنج هندوس تحت هنا على أد نيو هنا الاكتيفيشن تو اكتيفيت سيليكشن بوكس لما تروح تعمل سيليكت كده على جزء معين في صفحة الويب تحب مثلا تضغط على إيه؟ أنا هقوله الليفت كليك الكي مثلا ممكن نون أو بلاست كي معين عايز إنك إنت ألت كي أو شفت كي أنا هقوله نون عايزة بس إن أنا أدوس على الليفت كليك وهنا السيليكشن بتاع البوكس كالر ممكن تخليه أحمر ممكن تخليه أزرق زي ما انت عايز وهنا بالنسبة لي الأكشن ودي مهمة جدا هل الأكشن تعايزه يفتح اللينكات في تابس ولا يأبن لينكس ولا يكوبي يو أر إلز تو كليب بورد وابتدي هنا أقوله سيف خلاص كده خلصنا هبتدي هنا أروح للقناة بتاعتي انفو تكفر يو هنا هتبتدي تعمل القاتي هتروح تعمل سيليكت بالمنظر ده شايفين كده السيليكشن بوكس لونه أحمر زي ما احنا اخترنا بالمنظر ده كده وبعد كده مثلا هننوح على وورد دوكيمنت وابتدي أدوس كنترول V ادي كل اللينكات الخاصة في الفيديوهات اللي أنا علمت عليها وعملت عليها سيليكشن بالبوكس اللي كان اللون البوكس كان لونه أحمر لو تفتكروا طيب في حاجة تانية ممكن أن أنا استفيد بيها ممكن لو رحت مرة تانية كده لجرابيد نفتح الاكستنشن هروح لمور سيتنج وحنزل مرة تانية أقوله أد نيو أكشن هنا هقوله أنت لما كنت بعمل بستخدم الليفت كليك على الماوس وكنت بعمل سيليكت كده باللون الأحمر بوكس كده لونه أحمر هو هنا كان بيفهم أنه هو هياخد الURL بتاعت الفيديوهات دي كوبي وباست هروح حطهم بقى في أي حد هنا أنا هختار الرايت كليك وهنا السيليكشن بوكس هخليه مثلا لونه أزرق وهنا هقوله خد الURL دول وافتح هم في نيو تابس open links نيو تابس وحبتدي أقوله سيف وتعالي نشوف بقى هنعمل إيدي الوقت مع بعض هبتدي هنا مثلا أروح للاكاديميك ريسورش هروح أعلم على الجزء ده كده بس هروح أعلم عليه الرايت كليك زي ما انتوا شايفين هيكون السيليكت باللون الأزرق كده هيبتدي يفتح معايا اللينكات دي زي ما احنا شايفين هتتفتح في نيو تابس فأنا هنا بدل ما أروح أضغط على موقع موقع وافتحه هو خلاص أنا عملت سيليكت عليهم وفتح لي هذه الURL في نيو تابس وهكذا بقى حاجة بقى مهمة جدا انت خلاص خلصت الـ actions اللي انت عايزها فممكن بعد كده لما تيجي تعمل سيليكت تبوص لي ما تتعرفش تعمل copy و paste في الحالة دي اعمل delete للأكشن بعد ما تخلصوا اعمل له delete اعمل delete للأكشن منين هبتدي اروح مرة تانية لجرابت يعني هتروح تدوس كده على الجرابت extension هنا هتبتدي تروح تدوس على الـ x علشان تقدر انت تعمل remove لأي أكشن كنت وغده فعلشان يشتغل معك بقى الماوس بالطريقة ان انت تعمل select وتعمل copy و paste وتشتغل بعد كده بالطريقة العادية يفضل ان انت تعمل delete للأكشن بتاعك الا لو انت بتستخدم الكيبورد ولكن زي ما قلتلك دي طريقة ان انت تعمل delete لأي أكشن خدته باستخدام هذا extension دول بصراحة اكتر استخدامين يعني هيفيدوك بشكل كبير جدا تقدر تشوف بقية الاكشن الموجودة في الاكستنشن والأداة دي مجانية تماما حاطلك الرابط في الوصف اسفل فيديو تعمل لها اد لمتصفح جوجل كروم اتمنى يكون معلومة النهاردة السريعة عجبتكم اتمنى اشوف رأيكم فيه التعليقات زي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو ونحاول نقدم لكم كل جديد ومفيد فاريت ما ننسوش تدعمونا باللايك ويشير وكومنت لو كنتم متابعيننا العزاء ولكنت بتشوفنا الاول مرة متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل بديد ضمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته